لا يزال معبر رفح من الجانب المصري مفتوحا ولكن تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسبب في اكتظاظ الشاحنات أمام المعبر وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني دخول المساعدات لسكان القطاع المزيد عن الوضع عند معبر رفح يطلعنا عليها الزميل كاريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة وننقل لكم الصورة من العريش ورفح فيما يتعلق بملف الإغاثات والمساعدات الإغاثية التي تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة لكن ربما الأبرز اليوم وهو منذ قليل اتخاذ محكمة العدل الدولية القرارات الخاصة التي تلزم إسرائيل وتأمر إسرائيل بعدة قرارات أهمها هي وقف العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية السماح بدخول المساعدات الإغاثية عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية وأيضا السماح للجهات المختصة واللجان للتحقيق في قطاع غزة والدخول بشكل عام في قطاع غزة للتحقيق في قطاع غزة فيما يتعلق بالإبادة الجمعية هذه ربما القرارات جاءت بعد دعوة جنوب أفريقيا التي قدمتها في ديسمبر الماضي ضد قوات الاحتلال بارتكاب الإبادة الجمعية ثم خرجت محكمة العدل الدولية بقرارات في يناير ومارس لاتخاذ إجراءات احترازية هناك في قطاع غزة ثم بعد ذلك تقدمت مرة أخرى جنوب أفريقيا في العاشر من مايو وهذا بعد أن قررت مصر المشاركة جنوب أفريقيا واعتزمت على مشاركة جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بعد عشر مايو بالطبع خرجت هذه القرارات لوقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية كل هذا يأتي بالطبع بوصول عدد كبير من المساعدات الإغاثية إلى العريش ورفح هذه المساعدات كما ذكرنا يتدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى منذ بدء العدوان على قطاع غزة ولكن بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال معبر رفح الفلسطيني وهي تمنع دخول هذه المساعدات من بعبر رفح الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم برغم من وجود 500 شحنة أمام بوابة معبر كرم أبو سالم ولكن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات ومصر ما زالت تؤكد على أهمية دخول هذه المساعدات من جانب مصر من معبر رفح المصري وأيضا تؤحمل قوات الاحتلال المسؤولية الكارثة الإنسانية التي تحدث بالفعل في قطاع غزة وحملاتها المسؤولية كاملة فيما يتعلق بالإبادة الجمعية التي تحدث في قطاع غزة يأتي هذا مع استمرار القصف المتواصل العشوائي في رفح الفلسطينية ونراه ونرصده من أمام بواب معبر رفح المصرية هذه هي الصورة من العريش والرفح والآن أعود عليكم مرة أخرى